وصفة كيش البيض هنحط له حاجة مفيدة جدا عشان انا قلت ان احنا جسمنا محتاج يدخلوا معادن كتيرة جدا عشان ما نحسش بالنقص في النظام الغذاء ده من دوخة وان احنا حاسين ان احنا ممكن عايزين نرجع شوية ممكن حاسين ان احنا مهبطين عندنا امساك فلازم ناكل اكلات كتيرة قوي عشان نتجنب الاعراض الجانبية طيب معانا النهاردة بيت وسبانخ انا جبت لانشون معلبات المعلب ممكن تجيبوا اي نوع من الحاجات دي عايزين تجيبوا لانشون عايزين تجيبوا هدوغ سجوء اي حاجة اللي انتو حبيينه يعني الجبن بقى الجبنة المزارلة وانا هو بوريكو شكل الجبن عشان بس ما نجيبش جبن مش مسموح بيها ما في جبنة تشادر مطبوخة دي مش مصبوح بيها خالص دي الجبن اللي مسموح بيها في النظام بتاعنا جبنة الشادر اهي اللي بتبقى الحامرة دي والجبنة الشادر الصفرة وكمان الفلامانك خلاص والمزارلة من اساسيات النظام عشان بنعمل بيها كمان العيش يعني بنعجن بيها طيب اول حاجة بقى حنعملها ان انا حاجيت كده بولة كده حلوة الزبدة دول اه طبعا انا عاملة كمية بيت اقضي عيلة كاملة انا دايما بقول ان احنا ناكل تلات بيضات بكتير في اليوم بلاش نقطر قوي اه من البيض من بطين لتلاتة يعني اهو انا شايف ان بطين مناسب بس لو انتوا حابين تزودوا وخلاص هنقرب بس الملح والفلفل ملح معلقة ملح صغيرة اللي هي معلقة الشاي في اليوم دي ضرورية جدا نجيب بقى البيض كده ونبتدي نكسره ده هيدخل الفرن يعني نحسب كل واحد لو خمس افراد كل واحد بطين يعني نعمل عشر بضات دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اهو تسعة عشر هبتدي بقى حط معلقة محترمة من الملح والفلفل الاسوت هاقلب كده كويس جدا جدا يعني نقلبه كده كويس جدا زي القملات لقيت كريمة هنا فايه هحط كريمة صراحة بتدي له طعم حلو قوي هجيب بقى اللانشن المكعبات ده اللي انا هعمله مكعبات هقطعه كده نحطه بالطريقة دي كده يتشوح تشويحة كده حلوة في الزبدة ونحط بقى معاقل سرانخ نرش رشة ملح انا اه هنا حطيت معلقة ملح شاي بس ده اصل الاكل ده مش لفرد فكده احنا برضو ما خدناش المعلقة بتاعتنا دايما بقول كل يوم نحط المعلقة بتاعتنا كده في بولة صغيرة على جمع عشان نبقى متأكدين ان احنا خلصنا معلقات الملح كلها لازم بجد حاولوا كل يوم معلقات الملح دي تكون خلصانة هقلب كده كويس جدا هبتدي بقى هحط الجبنة جبنة الموزاريلا هحط كده حبة منها هنا ومن ننساش الخمسين جرام جبنة في اليوم احنا عندنا خمسين جرام جبنة بس في اليوم طيب انا بقى مش حبشر الجبنة هنا هعملها برضو مكعبات كيش البيض هنحطه بالطريقة دي كده وبعدين هبتدي احط كده الجبنة الشادر الاحمر مع الاصفر بالطريقة دي شايفين انا مخليها مكعبات وبعدين هحط بقية البيض بالطريقة دي ماشي و هدخله الفرن لحد ما البيت يستوي هياخد ان شاء الله من رابع ساعة لتالت ساعة عبر من خلص الحلقة هيكون استوي اشتركوا في القناة